من المركز الإزاعي والتلفزيوني باللاذقية تحية طيبة لكم مشاهدين عبر قناة أوغاريت ومستمعين عبر إذاعة أمواج أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات قانونية مشاهدين أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل التاريخ السادس عشر من شهر تشرين الثاني لعام 2023 طبعا يتألف المرسوم من 19 مادة تتضمن أربعة أبواب أو أربعة فصول في هذه الحلقة من برنامج ملفات قانونية سوف نسلط الضوء على نص هذا المرسوم ولكن بداية نسمح لي أن أرحب بضيفي الأستاذ نقيب المحامين في اللاذقية المحامي أيمن شباني أهلا وسهلا فيك استاذ مساء النور يعني المرسوم كما ذكرت في المقدمة تضمن 19 عشر مادة أربعة فصول الفصل الأول تكلم عن العفو الكامل عن الجرائم طبعا المرتكبة قبل 16-11-2023 خلينا نبدأ بهذا الفصل أستاذ ونحكي عن هذه الجرائم اللي شمل عفو المرسوم التشريعي رقم 23 مساء الغهير للجميع ولا يعطيكم نافي ألا بالتأكيد مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 صادر عن السيد الرئيس الجمهور العربية السورية الدكتور ويشار الأسد من العطاءات والمكارم التي يؤديها لشعبنا في سوريا هذا المرسوم تضمن فقرات ومندرجات عديدة وكانت كل هذه الفقرات من المكارم التي توطي القائد الرمز لشعبه في عندنا نحن اليوم أكتر من خلال أو أقل من سنتين بكل مرة عم بطلع عفو خاصة للفارين من الجيش اللي ما أدوا خدمة العلن في ناس كتيرين عندهم جراء مجل حويط الوصف هدون كان في عفو عام عنهم تخلفين عن السوق عن خدمة الإلزامية الناس هدون كلهاتهم إطلاقا تم العفو عن كامل العقوبات في نقاط هامة بالعفو بالنسبة لللي عندهم مرض عضاء خلينا نركز على النقاط الهامة نقاط أساسي كامل العقوبة نحن من العقوبات اللي فيها دائما أو الجرائم اللي فيها عفو عام بالمرسوم بتحبي تليلك إياها بينلك علي على النقاط الأساسي اللي نحاول تلوصف انتحال الصفا عند الجنائي تلوصف خلينا نطلع المشاهدين علي تماما تماما أنا مستعد لك يا هام بكامل تفضل فيه عندنا أهم شيء لفعال الداخلي والخارجي نعم فيه عندنا التخلف عن السوق فيه عندنا كمان الجنح في عقوبات تتعدل ثلاث سنوات وأربع سنوات فيه عندك ضرب موظف أثناء الخدمة فيه عندك انتحال صفا هدون كلهاتهم حتى فيه الجرام تعلقة بالشعار الديني ونار الطائفي كلهاتها المرسومة العفو العام شاملة كلهاتها بإيشارة تانية كمان فيه جرام جنحوية الوصف البعض بنزعج أنه إيش مانا مشمولي اللي هي قانون التموين حماية المستهلك هدف هي قوت المواطن اللي بيكون فيه دائما التاجر اللي بيتسلط على أو اللي بيحتكر للبضاعة والأمور هي جنحوية الوصف صحيح بس إلا مردود سيء على حياة المواطن نعم بالتأكيد قوت الشعب تمام خط أحمر لكن قبل ما ننتقل هناك بعض فيما يتعلق بالإفرار الداخلي والخارجي خلينا نشوف كيف يعني تعطى مع المرسوم شو القديم المهلي اللي نعطت للأشخاص الخارجين ثلاثة شهور لأي واحدة شرطي أو لأي دائرة قضائية ثلاثة شهور فيما يتعلق بمين بالإفرار الداخلي حتى الخارجي كمان الخارجي أعطاهم ميلي أكثر من هيك الخارجي على ستة أشهر ستة أشهر تماما ستة أشهر هي عفوا عام عنا كاملا هي أقوباتها معروفة لما بيأدي خدمة للوطن وانتي اليوم تنتبه على ناحية بعد إذنك اليوم انتي ظروف البلاد ما فيه أصعب مننا اليوم وفيه قائد رمز عم يوقف مع الناس هموم العالم هموم الواطنين بالرغم من كل العواصف وكل اللي صار على هالبلد الحمد للرب العالمين بالنسبة للمؤسسات القضائية كل ياتا اليوم خلال 24 ساعة ما بقي حدا نايم بالسجن من كل الناس لتشمل وفيه مسؤولية على حتى ساد القضاء طبعا مسؤولية أخلاقية وأدوية أنه بنفس الساعات اللي طلع في المرسوم تنفذ بكل أنحاء السورية بنفس الوقت بنفس الوقت نفس الوقت تم الإخلاء السبيل السبيل قضاءات راحهم مناموا بيوترناموا حتى نفسه لأنه وفيها مكارم وبنفس الوقت أنه فيه مواطن ناطر العفو حتى ياخد كامل كامل العفو العام صحيح هذون بالنسبة إلون فيه تقارض طبية وفيه عندك كمان اللي عنده فوق السبعين سنين هذون هذون يكون محكمين 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 حكم غيابي حكم تماما والمرض أضال فيه تقارض طبي بهذا الشأن من الجانة الطبية صاحبة العلاقة هي اللي بتقرر والقضاء عادة دائما كل شي بصير بإصلاف القضاء معتز بقضاءنا بيعطيهنا المتضر ودائما سيد الرئيس ينظر نظرة إنسانية دائما يعني هذون الأشخاص اللي هن فعلا ما قادرين يخدموا نفسهم وبحاجة لأشخاص تانين يخدمون فأيضا شمل العفو الكامل تماما تمام العقوبة الكاملة نعم هناك محلات الناس بتنزع عفو عام عن كل جرائم حيث الأمر ما أحترام للجميع في محلات في النواية الجرمية السابقة وإصلاح المتهم ما يكون بالعفو بيكون بالخضوع لتطبيق القانون نص القانون روح القانون الردع العام موجود قبل ما نخلق الردع العام موجود في جرائم يعني أنت اليوم أنت في زلزول في البلد والبلاد يعني كل عواصف الكوان الحمد للرب العالمين أنه اليوم قائد رمز عم يحمي هالبلد وفي أنه جيش عربي سوري صحيح بالميادين كل الأمور هذه نظر بين الاعتبار إلى أنه في محلات اللي عندك كمان في ناس تجندوا بصفوف واشتاروا ضد البلاد اللي عندك مرسومة الزخارة الحربية كمان شوون العفو العام الأسلحة القابل للترخيص عندك السدس الحربية بدون ترخيص عندك أسلحة الصيد كلتها وبرغم من وجود مرسوم عم بشرعن أنه روح رخصها وتفاعل الرسوم بدون السؤال عن بلد المنشأ كل الأمور هذه من العطاءات الكبيرة من المرسوم العفو العام الصادر عن سيد رئيس الدكتور بشرعن يعني أنا أستاذ أيمن بدي أدخل بتفاصيل المرسوم أكتر يعني في أشخاص هني خاطفين هذول الأشخاص يعني كيف شملهم المرسوم العفو يعني فيما يتعلق بالأشخاص اللي خطفوا أشخاص ثانيين يعني خلوني يتعذيب أصيبوا بتعذيب نفسي جسدي حتى مثلا الخطف موظف كيف تعامل المرسوم معهم؟ هذا المرسوم معلوماتي هذا الموضوع أحترام أنك معلوماتي بالدراسة المرسوم ما بيتشمل بيعتقد إذا أنت عندك معلومة بهالشان أنا لكن شمل المرسوم اللي ستة وثلاثين اللي قام بتعذيب اللي قام بخطف الشخص منعه من حريته لتيحقق مقاصد سياسية مادية هيدا شملهم المرسوم لكن يعني اشترت عليهم تسليم هذا الشخص خلال بدي أقصاها عشرة أيام بعد صدور المرسوم يسلموا الشخص نعم ها تسليموا الشخص أما هدون الناس هدون إذا كان الشخص بحوزتهم وتسلم وفق الأصول مثل المندرجات المادة القانونية هذا الحكي وارد وجائز بس أنا بصراحة بعد مصل بستوديو أنا طلعت علي للمرسوم هالناحية هاد أنا بعرف أنه ما شمله إلا حضرتك ما شاء الله عليك يباحثي بهذا الموضوع أكتر مني أنه خلال عشرة يام لذلك السلم أنا بعترف لك أن هذا الموضوع ما أنا مطلع عليه بصراحة نعم بدنا نحكي عن الجرائم اللي ما شمل المرسوم وذكرت حضرتك طبعا مرسوم العفو وذكرت حضرتك فيما يتعلق بقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرسوم رقم 8 والقانون رقم 14 في أموال العامة دولي دعني نذكر القصص الثانية اللي ما شمل المرسوم أخلي كاري أنا فندلهم كاتبا أنا أحبوني كلهاتهم في عندك السلم شكو للعافو في عندك أنت جرائم نصوص عليها من قانون العقوبات السوري حمل السلاح على كل سوري حمل السلاح في صفو العدو عندك كمان كل سوري ولم ينتم من الجيش وأخدم ما في زمن الحرب على العمل لهم ضد سوريا هذا المرسوم طبعا أكيد ما شملهم في عندك كل سوري يقدم سكن أو طعام أو لباس لجاسوس أو جن لهذا بالعادة دائما وما سرق أشياء أو وسائق أو معلومات عارس كيف هدون الدعاوي هاي وعندك أنت كمان لتجارب المخدرات كمان مشمل العفو العام لتجارب المخدرات كمان حتى الترويج كمان هدون من الطبيعي بمكان جرائم شائنة فيه تعامل لكنك أنه صدر عفو عن التعاطي التعاطي والشراء واستلام والتسليم أيضا مواد مخدرة بقصد التعاطي أو بقصد كل شيء اسمه تعاطي وبقصد التعاطي تشمل المرسوم العفو العام عفو كامل عنه عفو عن تمام العقوبية عفو عن تمام العقوبية فيه كمان عندك أنت هناك في جرائم من خطفة بالخداء أو لأن فتاة أو مرأة بقصد الزواج كمان هاي المرسوم العفو العام كمان من شملها أنا لم أفنن ذا أنا كلها أعتون وعملك جدول فيهم كلها أعتون نعم نعم طيب للاستفادة من المرسوم العفو وتحقيق تخفيف العقوب ويشترط المرسوم بعض الشروط أستاذ فيه إسقاط الحق الشخصي فيه إسقاط الحق الشخصي من المتضرر هي كمان أنه بشمل العفو العام للإنسان اللي بيكون المدعي الشخصي أسقط حقه ما ضروري أنه ما سيكون قابض أو شي بس يحضر الدارة القضائية وفيه كمان جرائم المشور بالعفو ببقى حق المواطن وحقوق العالم الشخصي بالحكم بالطاويض هذا حق للناس جميعا هذا في حال كان في صدور حكم مبرم بحق المجرم لا اليوم بس يطلع العفو العام فيه دعاوي بتم ماشي أمام نس المحكمة من أجل التعويض لأنه في عندك الجرم تشمل بالعفو العقوبة تشمل بالعفو بيبقى الحق الشخصي بتم أمام نس المحكمة لكن المرسوم بي ميز للاستفادة من العفو بين الجناح وأيضا الجنايات خلينا نحكي كيف ميز المرسوم للاستفادة من العفو طبعا في حالتين ميزوا المرسوم خلينا نحكي عنه هلأ في عندك أنت جناية تعاطي المخدرات نعم هذه بالتمام العقوبة هي جناية نعم جناية في عندك الجنح كلها تالي انتحال صفي ضرب ووظف أصناء الخدمة في عندك سلاح الحرب تنخيص برغم العقوبة تشمل العفو في كمان كل الأمور هذه كلتها موجودة تمام العقوبة مشمول العفو العام يعني إذا كانت الدعوة العامة محركة أو لم يتم تحريكة هون كيف بتم الاستفادة المرسومة النيابة العامة نفسها النيابة العامة إذا كان شخص مقوف مقبوض على المخافر أو اقصام الشرطة فورا بتطلق صراحه إذا كان ساقول النيابة فورا بتركوه في حال تم إسقاط الدعوة الحق العام لو سقطت يبقى الحق الشخصي يعني أنت اليوم النيابة العامة تودع المحركة المختصة من أجل النظر بالحق الشخصي التعويض المتضرر وفي حال رفض مثلا هذا الشخص المتضرر رفض أن يسقط حقه ما بيشمل المرسوم إستاذ أيمن العفو عن العقوبة حتما العفو عن العقوبة انتهينا منها وبطلع العفو تشملت العقوبة نعم بقى المتضرر اللي هو مدعي الشخصي يطالب بيحقه بالتعويض عن هالجريمة اللي هو يتعرض لنا من المدع عليه هالقضاء هو ينظر بالتعويض بهالموضوع هذا أنه فيه نسبة معينة بتحكم فيها المحاكم عنها المختصة بالتعويض للمتضرر عن هالفعل اللي تعرض له من جراء الارتكام المدعي لهذا الجرم طيب وفي حال أنه يعني مثلا تنفيق تسديد المبالغ المالية تسديد الالتزامات المحكوم بها هذا الشخص المجرم كيف بيكون بيكون يعني إذا تم تسديدا بيشمله العفو أكيد أكيد هل هو في محلات يعني التسديد هون يقوم مقام التسديد يقوم مقام إسقاط الحق الشخصي لا في عنا اليوم نحن تسديد غرامات نموضة منفصل في المرسوم أكد نعم على موضوع تراجع أنت جهات دارة التنفيذ المدني عن طريق المرسوم نعم بموجب المرسوم ونفس الوقت أنت بتأدل الزامات المترتب عليك حتى يتشمل المرسوم العفو فيه نعم فيما يتعلق بجرائم أضعاف الشعور القومي إسارة النعرات المذهبية الطائفية أيضا فيما يتعلق بوهن نفسية الأمة زمن الحرب هاي دي الجرائم شو هاي من الجرائم الشاعيني ونحن نعرفها حتى ما بيصير يكون ناخب أو منتخب أدمى إلى آثار سيئة في قلب المجتمع من جراءة صرف الشخص والمرسوم في مكان ما أنتبهت يمكن إسارة نعرات طائفية تشمل يمكن ما هي شملة نعم شملة هيدا شملة في عفو عام عن الجريمي هيد تماما تمام العقومي هاي معلوماتي أنا طلعت عليها للمرسوم العفو العام نعم اليوم كيف بتشوف الناس يعني أو بتشوف الأشخاص بالمحكمة حضرتك كرئيس فرع نقابة المحامين باللادئي وكمحامي أيضا كيف بتشوف هذول الأشخاص بعد صدور المرسوم اللي أصدر سيد هاي مكارم اليوم أنت اليوم المواطن بيحس مثل الأم كيف تطلع على ابنها نعم نحن اليوم أنا صلي محامي أكثر من 30 سنة بيظل ظروف البلد الصعب والوضع الصعب طبعا من الوراء الأزمين لناس كلاتها يعني عدم المؤهزة تأمر على هذه البلاد الغرب والشرق ومع ذلك البلد بالرغم من كل الظروف الصارت اليوم نحن بلد قائم في مؤسسات تطبق للقانون ما احترامي للجميل ما أخذ حقه اليوم في هالبلد ما بيأخذ حقه في مكان في العالم المواطن اليوم شو بيهمه إلا يستفيد ليرجع على المجتمع فكره سليم ومعافع برغم الأخطاء المتكررة يعني هلأ اليوم العالم مبسوطة العالم يتصلوا معنا دائما يعني أنا بتذكر حالي يوم لطلع العفو والخميس الأحد أكثر من واحد على المحكمة المؤجرة مبسط يعني كان مسرور أن العفو خايف وعامل وشايل وحاض أنه في حكم قدر يصدر بحقه نعم جميل لكن في بعض التعليقات مثل ما ذكرت أستاذة أيمن ببداية حديثك أنه يعني في جرائم كبيرة شمل العفو لكن جرائم صغيرة مثل اللي وردت بقانون تجار الداخلي أنه ما تم تشميلها بالعفو خلينا نحكي أكتر عن هاي النقطة قديم وهم فعلا أنه هاي اللي 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 علاقة بقوة الشعب قده قد أحمر قد نحنا ما لازم فعلا نتهاون فيه أبدا من شان ما يكرر هو ما أحترامي المنصوص والقوانين الوضعية كلها بتقول الشروع بالجنح لا يعاقب أليه ألا بنص نعم وهذا الموضوع من الطبيعي بمكان كل شيء اسمه وخالفات تموينية وكل شيء يتعلق بقوة المواطن من الطبيعي بمكان مصر عفو لأنه يعني اللي بتسوله النفس أنه فعل تماما هلا فيانك ارتفاع أسعار ما نهو مقبول في مكان ما أنا هذا بديك فيانه بديكافؤه يرجع من لتاني مرة يعني اليوم فارد من الجيش برجوا على الخدمة العسكري والطبيعي الإنسان يخدم عسكري في بلده وفي وطنه صحيح هذا الطبيعي الهون هون موضوع بتعلق بشخص بفرض استفاد من عقوبي مازلي بحقه إذا ما لتحق بالخدمة العسكري وعافينا عنك وغير تلتحق أنت وتسوي وضعك في عندك المواد التمويني ارتفاع الأسعار السرع الاستهلاكي للبعض أنا إذا ما نعفي عندنا اليوم عم قولهم قولوا شوية ترفعوا الأسعار برغم من هني عم تسجعهم أكتر تماما أنا هذا وجه النظر الشخصي ما ما بعرف وأنا ما أحترامي للجميع العاف هو مدروس نعم يعني المحلات اللي فيها إصلاح للمجتمع ومحلات وللأشخاص حتى حتى طبعا للنقاط اللي سارة العفو ممتازة لأنه نحن التبعين اللي بحتكل المواد اللي بحتكل المواد التمويني في عندك كمان التلعب الدقيق التمويني نعم في عندك هنالة تكون عقوبة لنصارمة صحيح برغم أنه صحيح الغرامات اللي عم تطلع عن بمجب القانون بحقه لها الناس هدوان صحيح عالي بالنسبة إلهم بشوفها ما بتعادل نقطة واحد بالمئة من الشي اللي عم بيعملوه البعض القلائل اللي عم بيستغلوا للأسف ظروف البلاد وظروف الأزمية صحيح طبعا أستاذ أيمان بدنا نتابع حوارنا لكن هلأ مشاهدين بدنا نروح لتقرير لزميلتنا دارين عارف حول إطلاق صراح الموقفين الذين شملهم العفو المرسوم العفو الصادر من السيد الرئيس رقم 36 لعام 2023 بالدقائق القادمة موسيقى موسيقى تنفيذا لأحكام مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد إطلاق صراح 22 من الموقفين في سجن اللاذقية المركزية منذ لحظة صدور المرسوم توجهت السلطات القضائية في المحافظة إلى جميع دور التوقيف الموجودة بها ومنها سجن اللاذقية المركزية واستمر العمل وتشميل جميع النزلاء المستحقين بمرسوم العفو حتى ساعات الصباح الأولى وما زلنا مستمرين لحد اليوم بتشميل النزلاء المستحقين بمرسوم العفو لأنه كما تعلمون بأن مرسوم العفو تمتد أساره لشهور وربما أكثر وسنين خصوصا بالنسبة للمحكومين الذين تم تشميلهم بنصف عقوبة أو تلت عقوبة من الجرائم المرتكبة من قبلهم نحن نشكر نحن نشكر سيادة الرئيس على المرسوم العفو اللي طلع عنا وشو عملنا فيه والحمد للأول ونحن نرجع للمجتمع ونبلش من أول وجديد ونحن ننصح العالم أنه ما بعد ارتكب أخطاء وإسا كنا مرتكبين أخطاء راح نبلش من جديد نحن نشكر سيادة الرئيس على العفو اللي طلع عنا ونشاء الله منكون عناصر فعالين بالوطن نشكر سيادة الرئيس على مرسوم العفو اللي طلع لنا ونشاء الله منكون عناصر فعالين بالمجتمع بعد العفو وننصح لأنه ما حاجد تصير حدفها في ارتكاب أخطاء نحن نشكر سيادة الرئيس على المكرم الجدي اللي أعطانا وإن شاء الله راح نبدأ حياة جديدة أول شي بحب أشكر سيادة الرئيس على العفو وإن شاء الله منكون مثال للشخص الصحيح والإنسان الصحيح في بناء هذا المجتمع شكرا لرفيادة الرئيس على المكرمية هذه مكرمية العفو وإن شاء الله في عالم كتير راح تترجع عن أخطاء وترجع تعيش بأمان وبسلام البلد المرسوم فرصة حقيقية لإعادة من شملهم العفو إلى جدة الصواب والعودة إلى حياتهم الطبيعية يعني واضح تماما بعض صدور المرسوم بساعات قليلة خروج أعداد كبيرة من المشمولين بألعفو من خلال التقرير بننتابع حديثنا أستاذ أيمن نحكي عن تبديل العقوبات كيف تم تبديل العقوبات بعقوبات أخرى أخف منها مثلا إذا بدنا نجي على عقوبة الإعدام كيف تم تخفيفها بدلت بعقوبة السجن المؤبد السجن المؤبد عقوبة السجن المؤقد لبدل عشرين عاما من عقوبة السجن المؤبد تبدل عقوبة الاعتقال المؤقد إذن السجن المؤبد تم استبداله بعقوبة السجن المؤقد لمدة عشرين عاما نعم فيما يتعلق بالاعتقال المؤبد أستاذ أيمن كمان نفس الطريقة نفس الكلام تبدل عقوبة المؤقدة لمدة عشرين عاما من عقوبة الاعتقال المؤبد كمان هيك نعم إذن اعتقال مؤقد لمدة عشرين عام تماما نعم وفي عندك هنا لا تطبق أحكام التخفيف إلا إذا أسقط الفريق ومن ضر الحقه الشخصي نعم هاي في جنايات اللي قد تجعلنوا ضرور شخصي طيب والاشخاص اللي مكانوا متقدمين باسقاط حق شخصي هدول شو وضعهم؟ هدول المرسومة العطاهم انه اذا بصير اسقاط حق شخصي عطاهم قدين مدين ستين يوم ستين يوم ستين يوم تماما شهرين ستين يوم تماما فيما يتعلق بالجرائم اللي شملها بشكل جزئي خلينا نحكي مثلا عن احد العساكر اللي فقدوا أسلحته أضاعة سواء بقلة اهتمام قلة احتراس هلأ هلأ اسمحيلي هلأ في عندك انت إذا عسكري فقد بإهماله طبعا سلاح الجيش هي العقوبة كاملة كانت شملها يعني العقوبة عندك انت اليوم عسكري هيجي نحويط الوصف إذا عسكري أهمل يعني بإهماله فقط سلاح الجيش الجرم الحق العام فمش مو بالكامل بالكامل انه شملوا للعصف المؤدي المؤدي اللي فقدان سلاح الجيش هي مشمولة كاملة أنا متأكد من هذه متأكد هذه جينا حويط الوصف نعم السلاح الفردي عند مسدس حربي بحوصه للعسكري إذا كان بإهماله فقط سلاح الجيش هذه مشمولة بالعفو العام كامل العقوبة نعم في محلات تانية مثل ما حكدت حضرتك في عفاء جزئي من شان يعني يكون مثل ما يقولوا حمل المسؤولية للعسكري أنه في محلات لهمال مشمولة بالكامل تماما طيب يعني هيدا الموضوع يعني حتى تكون درس للعسكري ليس أكثر تماما هذا الموضوع المؤسسة للعسكري خاصة طبيعة خاصة القيادة هي تعرف هالأمور هذه أكثر مني يعني هكذا ناس عاديين أشخاص عاديين نعم الأشخاص اللي فقدوا استاذ أو قاموا بسرقة معدات عسكرية قاموا بسرقة مثلا فيما يتعلق أجهزة ألبسي زخائر متفجرات هدول شو وضعهم بالنسبة للمرسو هلو نحن هدون كلها يعقوبات جنائية الوصف جنائية الوصف هي ما مشهور المرسو والعفو العام هي فيه جرائم كبيرة ممشونة يعني في عندك أنت حياز الإسلحة الحربية حتى القمض الحربي هي مشهورة بالعفو العام الحيازي أما فيه أمور تانية سلاح الجيش اللي بيكون كما حكيت يحضرها هي ما مشهور المرسو والعفو العام تماما المستسنات أستاذ من الجرائم مثلا اللي بتتعلق بالأسرة بالأسر يعني مثلا إذا افترضنا السفاح مثلا بين الأصول والفروع هاي دي شو وضع هاي تم استثناءة أم أنه هي مشمولة بالعفو مشمولة بالعفو العام مشمولة بالعفو العام نعم يعني بدي أشكرك أستاذ أيمن على الإضاءة للعقس والله بالعكس ما شاء الله لك أنت محضرة وما شاء الله لك أعلامينا شكرا يعطيك ألف عافية أهلا وسارك مشاهدينا إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم من ملفات قانونية موعدنا معكم يد جد الأسبوع المقبل في حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة